بسم الله من الحاجات الكواسة جدا ان النات ده ممكن تعملها في الفاميلي ان انت ممكن تحط عنصر وتخليه يتغير لما تقول يتغير يعني مثلا ممكن تكون تعمل ترابيزة وحط كلاسي لما الترابيزة تتغير الكلاسي تتغير عاملين ايرترمنال لما تتغير تبدأ الاسهم تكتر بنفس المسافة يكون مثلا عندي اي حاجة بمجرد ان المسافة بتاعتها تتكبر التوزيع اللي عليها يتغير ما يبقاش حاجة ثابتة طيب خلينا نحمل فاميلي اقول له انا عايز الراو دوت ده سهم الفاميلي ديت تمام؟ ديتيل اااااااااااا ايتيم يعني راسم فيها بس شكل كده تمام مش موجودة في السري دي تمام يعني لو قدي تقول تلو عمل لي سري دي ملهاش سري دي فهقول له دلوقتي لود انتو بروجيكت واقول له احملهاي لي في في دي بيوزر ديت اوكي تمام هو احملها فجاء أنا نقول له من فاميلي اناتيت اقول له هنا الريودية هعمل هاله هنا. ممكن ترسمها انت مانوال او ممكن ترسم اي حاجة مانوال المهم بس الفكرة اللي احنا هنقولها دلوقتي. ازاي خلي فيه توزيع يحصل بحيث ان دي مسلا انا هقال له مسلا نوضعهم لي ساهمين. فلو هي كبرت وبقيت عشرة متر هتلاقي ساهمين دول هيختفوا مش هيظهروا. فانا عايز يوضعهم لي بقى مدام عشرة متر يحط لي مسلا خمسين ستين زي ما انا عايز. طيب اعمل موضوع ده ازاي? احتاج ان انا اعمل قرية. اه احتاج ان انا اعمل قرية. تمام? اجي هنا واقول له انا عايز اعمل قرية. طيب. اعايز قرية هقول له خليها باللست. يعني اعمل لي اتنين بس اقول واحدة هنا والتانية مسلا هنا. فاجه اسحب مسلا من هنا لهنا. تمام? طيب هو ده كده رقم اتنين. اتنين ده. الرقم اللي هو اللي اتنين دوت. ده ممكن عايز يتحكم فيه. انا عايز اخليه اه برامطر بحيس يتغير يبقى اتنين يبقى تلاتة يبقى اربعة يبقى خمسة زي ما انا عايز. او دلوقتي انا ممكن اجي اقول له تلاتة. تمام فهيحط التلات دي في النص. بس انا مش عايزك اعمله منوال ده انا عايز وانا في الشغل وانا في المشروع اغير برامطر اتغير. انت فاعمل ايه هاجي لنا ليبل وقول له اعد برامطر. طيب هتسمي ايه? سمي احمد. تمام? طيب. اه هتخليها بالطيب ولا بالانستنس زي ما انت عايز. الفاملي انت بتشكلها حتة عجينة وتشوف حسب المشروع. تمام? طيب انا هتخليها طيب بحيس انها تتغير كلها مرة واحدة لما الطيب بتاع اتغير الماسة هتغير فيتغير عدد الاسهم ليه. فاقول له كي. تمام? يبقى التلاتة دي لو انا غيرت فيها تمام? غيرت رقم البرامطر. التلات دول هايبقوا خمسة هيبقوا ستة هيبقوا كده. طيب هعمل حاجتين دلوقتي. الاول هربطه بنوة اول ما دي يتغير هو يتغير معي. دي كده سبتة. تمام? بحيس ان المسافة من هنا سبتة. المسافة اللي تغير فيها اللي جوه. ورح افل دي. تمام? ودي بردو كذلك. مش معنى يعني هنعمل واحدة واحدة لقا. تمام? طيب. خليني بقى ادخل هنا. انا مش عايز ان اعود داكت التلاتة ولا اربعة. انا عايز اول ما يتغير اللينس. دوت. تمام. اول ما يتغير اللينس او دكت. اه السلوت ويتس. الداكت راديوس. الداكت ديامطر. خليها دي فيوزر لينس. تمام? او دفيوزر لينس. اجي اقول له. على مثلا على اه تلتمية خليها مثلا على تلتمية. معنى كده ايه? ان هو هيبقى خمسة. هياخد اللي هي الالف خمسة ديت. تمام? ويسمع على الخمسة. هيسمع على تلتمية هيطلع على الخمسة. تمام? طيب لو الالف خمسة دي تغيرت بقت الفين. هيسمع على تلتمية وشوف النادج الاسم هيطلع هنا. اقول له وكي. تمام? بقى خمسة دلوقتي. طيب خليني نحمل في المشروع. اقول له احمل لي في المشروع دوت. تمام? اقول له وابدأ احطها هنا يا مسلا. تمام? اده هم خمسة. طيب عايز اجرب ان انا اغير المسافة ديت فاشوف ايه اللي هيحسن. تمام? فاجي هنا في البروبرتس. وابدأ اشوف ايه الاخترارات اللي عندي. عندي مسلا الواحدة الفين. تعال نجرب الالفين. تمام? خلي بقى عدد الاسم زاده. كان عندنا خمسة دولات بقى كام? واحد دين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? فكده الفهم اللي بتاعتنا شغلة. تبقى بقى اي حاجة سواء مسلا شغال معماري او الشيء يا كهروميكانكل. انت معاك الفكرة وتبدأ تطورها وتبدأ تستخدمها في اي مشروع. اشتركوا في القناة